السلام عليكم ورحمة الله أخواتي ومتتبعاتي الغاليات كديرين لبس عليكم نتمنى من الله سبحانه وتعالى تكونوا كلكم وقاعد الناس اللي اعزاز عليكم بخير وعلى خير رمضان مبارك سعيد وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ونتمنى من الله سبحانه وتعالى تكونوا دوزتوا هاد الأيام لدازت وحتى الأيام اللي جاي ان شاء الله دوزوها في أحسن طروف والله يقدرنا جميع واللي كيتمنى شي حاجة الله يحققها لي في هذا الشهر المبارك يكفي الدعوات 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 ان شاء الله بإذن الله كل واحد انا المراد دياله ومرحبا بكم فيديو جديد على القناة وكيف ما تعودتم معي دائما الجديد والمفيد ما كان جيش بيديها خاوية وآخيرا غادي نجاوب بعض المتتبعات الغاليات اللي كانوا كيسولوني في الفيديو هات ديالها شوار بالنسبة للناس اللي باقي ما شوفوش هاد الفيديوهات راهم فيهم معلومات مفيدة نخليهم لكم في صندوق الوصف نتمنى تشوفوهم بالنسبة للمتتبعات اللي كانوا كيسولوني على محل اولا فين كيتبعوا المماس ديال لها شوار اولا للحادقة اولا هاد الالة اللي لات ديرها ضجة في المحلات واللي ولو فيها اشكال واحجام وماركات كتيرة الناس كنا الاخوات اللي كيخصها مطور كنا اللي كيخصها كاس المماس الغلاقة الجلدة جبتليكم واخيرا ولله الحمد وحد المحل كيبيع جميع هاد البياس هادا اي بياس حلي تعليفهم محتاجي تيه تلقيها عندها تسيد حتى الخلاط الكهربائي العادي تلقي البياس دياله عنده بالنسبة للناس اللي عايشين في كازا نتمنى انه يعني تكون طريق ميسرة الاخوات اللي كانوا كيسولوني هوات سيدة ذا كان في البرنوسي في طارق قبالة الحمام الصحراوي انا انخلي لكم كارت فيزيت دياله اني ميغو ديال التليفون تواصلوا معاه يقدر يحدد لكم هو احسن مني لا دغيس دياله بالنسبة للاشوار كتعتق كتوفر الجهد كتوفر الوقت سيغتو فرمدان كيكتر علينا بزاف ديال الشغال كنشلدو الخضراء بزاف كنحكوها فرمشة عين كتوجد بها بزاف ديال الحويج بالنسبة للناس اللي كيسولوني اش بقى خدامة الحمد لله بقى خدامة اذا بغيتوا تاخدوها خودوها ولكن نصحكم جربوا المطور عندمو المحل الى ما كانش كيسخن وما كانش كيعتبر ريحة يعني رام زيان را غيسبر لكم مدة طويلة انا الحمد لله راكم شفتوني امتى حطك الفيديو امتى خديتها وباقى خدامة مخيرة ما عندي فيها حتى شي مشكل بالنسبة للناس اللي كانوا كيسولوني على الماركة ديال هاد الاشوار ديالي كيسولوني بزاف على الماركة انا راني رجعت عن السيد سولت لانه انا خديتها في الفترة ديال الحجر كانت خديت ديال الزاج بالنسبة للناس اللي ما متبعين ما شوفوش الفيديوهات ديالي الناس اللي متبعيني خلاص راهم عارفين كانت خديت ديال الزاج كان وقع لي فيها مشكل قبل من الحجر من اللي جاء الحجر عودة رجعت هالو لانه كان فيها مشكل من اللي رجعت هالسيد كان دار معايا غدي جيب ليها ديال ايناكس موقيت كانت سنال يوم غدا اليوم غدا السلعة قلالة ما كانش كنت دخل على حساب الجائحة اللي كانت مهم حتاج ذاك الحجر النيت على حقه وطريقه اللي كان ما تخرجيش إلا بالوثيقة فما كناش لقينا الطريقة كيفاش ندلو أنا المحل لا تسدين كوش يسد مشا غير راجلي تلقى معه غير على برة عطاه هالو غير فصاشي ما عطاهش له بلومبالاج بالكارتون باش نقدر نصورها لكم ونصور لكم الماركة ولكن راني سولتو قال لي قلت له راه الناس كيسولوني على ماركة قال لي يا كوكين هديه الاسم اللي اعطاني لانا ما كانت شي حاجة مكتوبة هنا باش نقدر نحددها لكم وبالنسبة العشوار دي اللي كيما قلت لكم مرها مزيانة والمحل اللي قلت لكم أنا فاش لقيته الحمد لله كنت بغى ناخد جلدة لهاد الغلاقة هدي كيما كتشوفوا هاد الجلدة هدي ما كانتش عندي فمن اللي لقيس داك المحل سولتو فاش قال لي يا رصيرا ما نكذبش عديكم مراني ففرحت واخر ما لقيتش القياس يعني جيني سوغ ميزوغ على الغلاقة اللي عندي أنا هنا شركتها وابقيا di أيضا من الوالة من هاد الوالة من هاد الوالة دي ال amenox اللي يخرجو فهاز الوالة راه ما كانتش عنديهم الجهة لابناتلي كيسولوني على гهة جلدة راه ما كانتش عنديهم الجلدة هاد الي قلت MG انا ما كنتش عنديها جلدة ولي اكيد lin eles الوالة herman технологي قال لي مرикان عندك راه ما كنتش عنديها جلدة وعدني رجعت علندوه وصراحة لي عمرها سلعة التعامل معي يبقاك يقلب حتى لواء رقيقتي وقال لي هادي اللي غا تصلح لك آرق جلدة هي اللي جاتني وانا خديتها البنات على وديت ما طيشا الصوص ديال ما طيشا ولا هكا عاصر اللي كيكون هكا جاري ولا اشي عكا تبقى تطير ليا في دا كل الحواف او للجوانب ديال الغلاقة هادا هو الغرض علاش خديت انا هاد الجلدة هادي والحمد لله صدقة عملية وصيد اللي عمر هادار واخا قلست اسبوع هادا رجعت عندو بدلها ليا وهو باخر يعني ما يعني تعامل معانا تعامل يعني رجولة اللي عمرها سلعة غير سيروا عندو اللي حسجت شي بياسة غادي تلقاها ان شاء الله عندو ومن الافضل قبل ما تدي بلاسة والعندو تواصلوا معاه تتسوله وشكينا البياسة يعني ديسبونيبل في المحل او لا لا عاد تمشوا الدي بلاسة والعندو المهم هاد الشي دي كاين را هنخلي لكم مقتطفات من المحل ديالو وغادي ناخد لكم هكا لقطات من من البياس اللي عندو ومع الكارت فيزيت ديالو اكيد غادي نخلي لكم صورة في الاخير باش تقدروه تواصلوا معاه ان شاء الله بإذن الله وبالنسبة الاخوات اللي كيسولوني على الهاشور ديالي على هادك السيليكون اللي كتكون من تحت البول هاد البول كتكون هاد السيليكون هادي من تحت منوك يقولوا لي را ما عندكش را هكاينة اه را هكاينة عندي البناس راها غير العقز العقز اللي غادي مشي يجي بها يديرها كان عقز عليها كان ناخد غي واحدة وشون ولا شيفون وتنحت فوق منو البول وتنطحن دابرة ما بقيتش كان حيدها بسبب هادك هادك التعليق ما بقيتش كان حيدها ديما ملصدقها في البول نحيدها نغسلها ونعود نرجعها المهم هاد الشيلي كاين نتمنى نكون جاوبتكم على الأسئلة كاملة ومهم البنات دائما الناس اللي ما شافوش الفيديوهات اللي قبل شوفوهم باش تقدروا تاخدوا هاشوار اللي تكون مزيانة وتصبر لكم مدة طويلة ودائما نخدوا معاكم العيار باش تأكدوا من الينوكس بالنسبة للناس اللي ما شافوش الفيديوهات شوفوهم باش تستافدوا والموتور الموتور الموتور هو اللي تنأكد عليه لانه الموتور هو كل شي تأكدوا انه ما كيسخنش وما كيطلقش ديك الريحة والواد تكون مزيان من 250 الفوق وخاي يكونوا قالوا لكم اكثر من 250 راه تأكدوا بلي الموتور ما تيسخنش وما تيعطاش بالريحة لانه لانه ما سخنش وما أعطاش الريحة يعني راه فعلا ذاك الواد اللي مكتوب في الامبالاج راه ولي في الموتور إلا كانت يسخنوا وتيعطي الريحة راه كينتما كينتنا الله يهدي ما أخلق هاد شي نقدر نقول لكم المهم كيبقى بيعوش راه هما الناس اللي كتبيع راه يبراسها ما كتعرفش كيفاش تصنع الجهاز صغير هو وكيبقى التمن هو اللي كيلعب دور هنا كيف ما كتشوفو اه صورت لكم جولة هكا في المحل ارا عندو احجام ديال الاشوار متعددة وصراحة الاشوار اللي كتكون كبيرة كتكون زوينة كتهزلك كتير مهم هدا هي الشيء الجولة في المحل غنصور نحط لكم مقتطفات هكا من المواس وذك شي كله اللي تقدروا تحتاجوه نتمنى هاد الفيديو يفيد بزاف ديالاخوات منكم صغطو اللي كانوا كيسولوني وصراحة انا كنت كنقولها غير الناس في الطريق فاش كنشوف شو حدا كتسول على هاد البياس كنصفت هاد ديغي كتمول عند السيد كننعثلي هاو كتمشي حتى اللي عندو كتاخد عصيرة ما نكدبش عليكمش حال كنت كتدعا معايا هاد الاخوات كيددعوا معايا مني كنوريهم هاد المحل لأنه كيكونوا محطين لاشوار ما قادرين يديروا بها والو لان على بياسة كيحطوها ما كيقدروش يستخدموها من اللي مشو عند السيد راهم خدو ذاك البياس المهم حتى انتم انتمنى ان هاد الفيديو هاد يحلكم هاد المشكيل وتتفدو انتم من العشوار ديالكم إلا كانت خاصاكم غير بياسة وما قادرينش تخدموها وخليكم تشوفوا الفيديو خليكم كارت فيزيت في الاخير ونتمنى هاد الفيديو يفيدكم وما تنسونيش من تعاليق ديالكم والاشتراك في القناة لأول مرة كيزور القناة وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم الجديد لان كينا فيديوهات ان شاء الله مفيدة جاية وما تنسونيش من تعاليق ديالكم باش نشوف واش فادكم الفيديو لا لا خليوها ليفتعليقات وما تخيش بيكم وصلنا النهاية الفيديو مهم هانتو ما قد تشوفوا البياس لكيين كله إذن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله سبحانه بحمده رب تبارك اسمه رب تعالى جده ولا إله غيره كم ذا عليها منعما من فضلي مكرما لما جعلني مسلما ومسبغا من جوده ولكم تفضل بالعطاء وجاد ربي في سخاء فله مع الحمد الثناء ملاح صارت العده ولكم تفضل بالعطاء وجاد ربي في سخاء فله مع الحمد الثناء ملاح صارت العده اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة